قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروى عدنان أبو حسنة قال إن الأوضاع في غزة سيئة للغاية وما دخل من مساعدات لا يناسب حجم الاحتياجات وأضف أبو حسنة أن عدم توفر مياه نظيفة في القطاع يمكن أن يؤدي إلى انتشار الأمراض ولا سيام الكوليرا مشيرا إلى أن الأمراض المعاوية في القطاع تضاعفت أربع مرات والجلدية سلاث مرات وأكد وجود نحو مليون ومائة ألف نازح في قطاع غزة ما يسبب كثافة غير مسبوقة في مركز الإيواء